من تفخيخ البر الى تفخيخ البحر لم تكتفي في البر وانما لجأت هذه المرة الى زراعتها ايضا في البحر معركة اخرى يخوضها الجيش الوطني من خلال عملية السهم البحري وهو اسم لعملية عسكرية هدفها ازالة الالغام البحرية التي زرعتها ميليشيا الحوثي في البحر العملية التي اعلن عنها الجيش الوطني منتصف الشهر الجاري انطلقت بمشاركة سيربين من الزوارق المسلحة وباشرت بالانتشار السريع منذ ايامها الاولى لتمشيط السواحل والجزر التابعة لميدي الغام بحرية ايرانية تم انتشالها بحسب تصريح قائد عملية السهم البحري العقيد محمد الاصبح لقناة بلقيس هذه الغام تم انتشالها هذا واحد منها وتم تفجير حوالي اربعة التعامل معها بالنيران الزوارق وهي تتبع الجمهوري الايرانية للشعب هدية للشعب اليمنى قائد السهم البحري قال ايضا انهم تمكنوا من الكشف عن كمية من الالغام البحرية اثناء عملية التمشيط وذلك قرب ميمنة اللواء 82 مشيرا الى انه تم تطويق المنطقة وتحديد اماكن الالغام ووضع علامات الخطر بجانبها لارشاد الصيادين بالابتعاد عنها كونها مناطق خطيرة هذه الالغام خطيرة جدا مزودة بمادة الفسفور والفولاذ الشديد شديدة الانفقار وشديدة الانشطار تؤدي الى كارثة الى نكبة للصيادين للسفن العابرة لكل اللي يعملون في البحر لكل الذين بحسب الاصبح ايضا فان هذه الالغام استخدمها الايرانيون من قبل غواصات قديمة قرب باب المندة وفي ميدي ايضا كانت نيران الجيش الوطني قد استهدفت مواقع الانقلابيين واعطبت عددا من الاليات العسكرية كما تمكنت خلال هذا الهجوم من استرداد دورية عسكرية وعدد من الاسلحة المتوسطة والخفيفة واعلن الجيش الوطني سيطرته على مواقع جديدة عرب استنزاف تخوضها الميليشيات الانقلابية في معركة خاسرة تؤكدها كل المعطيات الميدانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر